النهاردة الحقيقة هنتكلم عن موضوع مهمة قوي وتوقيته مناسب قوي وهو توقيت الاستعداد للعودة للمدارس طبعا في مدارس دخلت وفي مدارس معظم الطلبة بيستعدوا للدخول خلاص للمدارس طيب هل هنتكلم عن المدارس؟ لا احنا هنتكلم عن النوم طب ايه علاقة النوم بالمدارس؟ علاقة النوم بالمدارس هو ان احنا خارجين من فصل الصيف فصل الصيف اللي هو يعني مش عايز يخلص ان شاء الله يخلص على خير فخلال فصل الصيف بيحصل تجاوزات في موعيد النوم للأسرة بشكل عام وللأطفال او للطلبة والطالبات بشكل خاص فعلشان كده لازم نتكلم عن النوم ونتكلم عن ضرورة العودة الى نظام النوم الطبيعي علشان لما نصحى الصبح بدري عشان نروح المدرسة سواء الطلبة والطالبات او اولياء الامور اللي بيوصلوا ولدهم او على الاقل بيجهزوهم علشان يروحوا للمدرسة يكون عملية الاستيقاظ دي عملية مريحة وغير مؤلمة لانه لما الناس بتصحى من النوم وهي مش واخدة الكفاية اللازمة لها من النوم بيكون اليوم ملاخبط جدا علشان كده عايز اقول لحضراتكم انه موضوعنا النهاردة الاول في الحلقة معرفش هياخد قديم الحلقة ذكرت لحضراتكم ان احنا اتكلمنا عن اخطاء النوم خلال فصل الصيف ومش عايز اقول ان دي اخطاء مبررة مفيش خطأ مبرر ولكن غالبية الناس بيكون عندهم شوية تجاوزات في موعيد النوم يعني بيسمحوا بالصهر اكتر الطلبة والطالبات بيعودوا يسهروا لدرجة ان فيه اهالي يعني اولياء امور اباء وامهات بيبقوا نايمين او يدخلوا يناموا وولادهم بيفضلوا صاحين سواء على اجهزة الكمبيوتر او امام شاشات التلفزيون وزي ما قلتلكو ده شيء غلط جدا ومش المفروض ان هو يحصل من الاساس واذا حصل يجب ان نتداركه بشكل في منتهى الجدية علشان احنا في مرحلة جدة دلوقتي وهي مرحلة العودة الى المدارس يبقى اتفقنا من البداية كده ان هناك ضرورة للتصحيح لتصحيح نمط النوم قبل الدراسة بوقت كافي اسمحوا لي ان انا ابدأ كلامي مع حضراتكم عن اهمية النوم الليلي المنتظم وهو الحقيقة اللي اسمه طبيا النوم الطبيعي هتقولولي هو فيه نوم غير طبيعي اقول لكم طبعا فيه نوم غير طبيعي يعني طبعا هنا بتكلم عن الاطفال والكبار لكن حديثي دلوقتي موجه للاطفال عن الاطفال يعني النوم الطبيعي يعني النوم الطبيعي النوم في صورته الطبيعية هو النوم الليلي المنتظم يعني ايه النوم الليلي المنتظم يعني النوم ودي شرحة نفسها الليلي يعني ان احنا لازم ننام بالليل لان فيه ناس عكسة اليوم او قلب اليوم فده غلط ده نمط غير طبيعي وبالتالي لا يحقق اي استفادة للجسم بالعكس وبيحقق اضرار مهما الناس نامت في فترات النهار يعني فيه ناس تقولك انا بنام طول النهار وبصحب الليل ده غلط جدا غلط على الجسم وكل اجهزته الحيوية فما بالكم بقى ده الكبار فما بالكم وقعه او تأثيره السيء على الاطفال بيكون ازاي يبقى النوم خلاص الليلي خلاص المنتظم يعني ايه بقى المنتظم المقصود هنا المنتظم انه هو بلا تقطع التقطع الوحيد المسموح ليه هو ان الاطفال يقوموا من نوم يدخلوا الحمام او يدخلوا دورة المياه ويرجعوا تاني للنوم يعني ده ممكن يحصل مرة او مرتين بالكتير قوي في الايام الباردة بقى في فصل الشتاء وفيه اطفال كتيرة قوي قوي بيبقوا يعني ما بيمروش بالمرحلة دي وبيناموا انهم بشكل متواصل خلال فترة الليل هناك ترجمة نانسي قنقر